فضل محمد العربي نيل للأخبار معالي دولة رئيس الوزراء كان من ضمن الأخبار التي خرجت من اجتماع مجلس الوزراء اليوم وهو الموضوع الخاص بلقاء سيادتك مع وزير البترول عايزين نتعرف من حضرك فندم على خطوط البترول خلال المرحلة القادمة الغاز الطبيعي، الشحنات، الاستيراد وكل ما يتعلق بموضوع التعدين وفتح أفاق جديدة للشركات للتعدين في مصر واكتشافات البترول والغاز الطبيعي فندم شكراً ويمكن إحنا الحقيقة يعني إذا كنتوا حضرككم بتلاحظوا يعني هو فيه اجتماع إسبوعي دلوقتي بيحصل علشان قطع البترول والطاقة والنهاردة يعني عشان لا أخفي على حضرككم حيبث آخر اليوم لقاء مع سيد محافظة البنك المركزي وسيد وزير البترول وسيد وزير المالية كل شغلينا النهاردة على تأمين احتياجات الدولة المصرية من المنتجات البترولية اللي سواء للدولة احتياجات الدولة العادية أو أيضاً احتياجات قطاع الكهرباء وده تاني أنا حابب أن أنا بس أأكد لحضرككم عب رهيب الدولة النهاردة بتتحملوا والحكومة والبنك المركزي بيتحملوا علشان نضمن استدامة استقرار وانتظام تدبير هذه الشحنات وبالتالي مع كل التحديات اللي موجودة الدولة المصرية حريصة على الالتزام بما وعدت به في هذا الشأن ولكن الهدف كله أن احنا ننظر على المدى يعني مش هقول المتوسط المدى القصير في أن احنا نحقق تبقى رؤية واضحة جداً بتعيد مرة أخرى انتاجية الدولة سواء من الزيت أو الغاز للأوضاع اللي كنا موجودين فيها وبالتالي في خطة واضحة جداً 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 للدولة النهاردة إزاي نرجع تاني حجم الانتاج من الزيت ومن الغاز الطبيعي مع الشركاء الأجانب للمعدلات اللي كنا موجودين عليها بل وكمان تزيد في خلال الفترة القادمة الأسبوع القادم مع علي وزيرة بترول حيقعد مع كل الشركاء الأجانب علشان خطة زيادة الانتاجية زيادة الانتاجية اعتباراً من بداية عام عشرين وخمسة وعشرين لأن اللي احنا لازم كلنا نبقى واخدين بلنا منه مهم جداً إن احنا نشجع دستثمار من خلال الشركاء الأجانب في المنتجات والزيادة الانتاجية من داخل الدولة المصرية الدولة المصرية لديها الموارد الطبيعية وفيه هناك بالفعل مخزون من الغاز الطبيعي ومن الزيت موجود بس هو إيه اللي حصل عشان نبقى كلنا عارفين في ظروف الأزمة الاقتصادية اللي مرنا بيها على مدار السنتين الماضيين وكانت مشكلة الدولار الكبيرة حصل تأخير فيه سداد مستحقات شركاء الأجانب طب هو الشريك الأجانب مش بياخد الفلوس دي ويخرجها بالرغم إن دحقه لكن كان بياخدها بيحطها في استثمارات عشان يزود الانتاجية للدولة المصرية عشان هو يكسب منها برضو لكن لما حصل التأخير حصل بعض التباطق في هذا الموضوع فده قدى إن بقى عندي نقص في بعض المنتجات عوضتوا إزاي إن أنا طريت استوردها وتفحى بالدولار فإحنا النهاردة بنشتغل بصورة كبيرة جدا على عودة انتاجية وزيادة انتاجية الأبار والحقول اللي موجودة في مصر مع الشركاءنا بحيث اعتبارا من بداية 25 الموضوع يرجع إلى الأرقام إن شاء الله بصورة كبيرة جدا نرجع للمعدلات دي دي حتفيد المستثمر أو الشريك الأجنبي وحتفيدني كدولة في تخفيف العب على هذا الموضوع فعندنا الرؤية واضحة تماما بنتحرك فيها وحنعرضها على حضراتكم إن شاء الله مع السيد الوزير بالتفصيل في خلال الفترة القادمة